استهداف تلو استهداف ومحاولة اغتيال تلو أخرى تلاحق الناشطين في العراق حيث يراد للأصوات المطالبة بالتغيير أن تصمت لكن الحظ بالنجاح حالف هذه المرة الناشطة في تظاهرات ذيقار سلام العصمي بعد أن رمى مسلحون عبوة ناسفة قرب منزله في ذيقار الأمر الذي خلف أضراراً مادية في منزله والمنازل المجاورة ترى هذه الأضرار كلها تفلش كلها تفلش الغراث كلها تفلشت سيارتي هنا واقفة تفلش السيارة كلها تفلشت سيارتي أخي هم هناك واقفة تفلشت لديك المنازل الجيران كلهم قريباً هذه 5 بيوت 6 بيوت كلها تفلشت يعني عبوة كلها قوية وهذا الحادث مالتها هي السبب إذا نرجع للملة بالتظاهرات لا تطالب حتى بدأ أخوك لا تطالب أقعد وأسكت بالبيت هاي التهديدات تجي أقعد وأسكت وأخذ تعويضات وأسكتوا لا تحشونه يعني من هاي الأمور هذا ليس الاستهداف الأول للناشط سلام العصمي بل سبقه محاولة اغتيال راح ضحيتها شقيقه الأصغر المتظاهر علي العصمي لتدفع العائلة المؤلفة من ستة أخوة متظاهرين ثمناً باهضاً في سعيهم وراء التغيير مثلاً ما بدأت تظاهرات فكل شاركناً أخواتنا ستة احنا كنا شاركنا بتظاهرات وكل من عنده مطالب اللي خدمات اللي تعيينات اللي راد وطن فكنا احنا مشاركين من ضمن هذا الناس اللي طلعت وطالبت بحقوق يعني طالبت أبسط الحقوق هي الخدمات مثلاً أو تعيينات قضاء على الفساد كل هاي الأمور جابهت الأحزاب بالاضطهات وتهديد الان وصلت الى مرحلة القتل واثرها عندنا اختالوا أخوين عدنا على اللاوي على العصمي عشرين اثنى عشر اثنى عشر اثنى عشر اثنى عشر اثنى عشر اثنى عشر اللي بالحادث اللي شنروا للعبوة دراجة وياها تاهو لونها اسود لوني لي بعد الحادث جماعتنا اللي حقوها المهم بعد مراقبة ومتابعة حصلناها بالعمارات ما الشموخ الشقق ما المهيدية الشباب ما قصرها حاصرنا العمارة حد ما اجت القوات الامنية واحتقلوا بيهم العدد الكامل ستة والجاهة الامنية هم ما قصرت يعني الاسباب تعرف يعني الشباب طلعت كل ما طالوا بحقها بالبداية اختالوا على اللاوي واسا يعني على سلام ومع القاء القبض على المتهمين بمحاولة اغتيال سلام العصمي تفتح اسئلة اخرى حول امكانية محاسبتهم في ظل افلات كثير من قتلة المتظاهرين من العقاب وعز الحكومة والقضاء عن الوقوف امام الميليشيات تلك التي تحولت الى دولة داخل الدولة ترفض التظاهرات الرامية لانعطاق العراق من عباءة ايران وانهاء فساد الاحزاب المتجذر فيه ترجمة نانسي قنقر